السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية اليوم راح نشوف طريقة كبس الزيتون الأسود بدون ما نحطه بكيس أو نثقله ونحافظ على قوام حبة الزيتون تابعوا الفيديو الأخير عزائي شوف طريقة التحضير نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 2 كيلو من الزيتون الأسود راح أغسله بالمي ومن ثم نبدأ بتثقيب حبات الزيتون أو تشريحها بالسكين بهذا الشكل ويفضل أن يكون تثقيب الزيتون بالسكين حتى يحلى معاكم بسرعة بعد ما نثقب حبات الزيتون راح أبدأ أغسله مرة ثانية وأتركه بالمي 24 ساعة بعد ما نترك الزيتون بالمي راح أصفيه وأبدأ بإضافة الملح نحتاج إلى الملح الصخري الخالي من اليود هو من المواد الحافظة حاولوا أنه تكثروا كمية الملح لحبات الزيتون وتحاولوا أنه تخلطوا الملح مع الزيتون بشكل جيد كل ما كثرنا الملح كل ما حلي الزيتون معانا أسرع راح أترك الزيتون مع الملح مدة عشر أيام راح ينزل من الزيتون المي ينزل مع المرار اللي داخل حبات الزيتون وما تخافوا من كمية الملح لأن راح نحطه بالمي ونتخلص من الملح نهائيا كل يوم تحاولوا أنه تزيدوا الملح لحبات الزيتون وتلاحظوا أنه الزيتون حلي معاكم حاولوا أنه يبقى طعم المرار بحبات الزيتوني قطع طعم كثير لذيذ بعد عشر أيام راح نتخلص من المي اللي ينزل من الزيتون المي المر ونغسله مرة واثنين وثلاثة ونتركه من قوء بالمي 24 ساعة حتى نتخلص من كمية الملح نهائيا بعد ما نغسل الزيتون بشكل جيد راح نتركه بمصفا حتى ينشف من المي تماما بعد ما نشف عندي الزيتون راح أحطه بطبق ونحتاج إلى شرائح من الليمون ويكون الليمون بقشرة راح نضيف له شرائح الليمون ونصف كوب من زيت الزيتون وهذا شكل حبات الزيتون بعد ما حلينا بهي الطريقة ما شاء الله محافظ على القوام وما طبق معانا نهائيا نحتاج إلى مرتبع يكون زجاجي ممكن نضيف زيت الزيتون ممكن نضيف نصف الكمية زيت زيتون ونصف الكمية خل وممكن نضيف نصف الكمية زيت زيتون ونصف الكمية زيت نباتي حسب المتوفر حاولوا تكبسوا المرتبع بشريحة الليمون وتغطوه بشكل جيد وتحطوا المرتبع بأكياس الطعام حتى إذا ينزل قليل من زيت الزيتون رح ينزل معكم بداخل الكيس وصفتنا خلصت لليوم أتمنى تأجبكم طريقتي وإذا أعجبكم الفيديو عزائي لا تنسوا اللايك للفيديو إذا تشاهدوا القناة الأول مرة أتمنى تشتركوا وتنورونا وتدعموا القناة أشكركم كثير على حسن المتابعة والمشاهدة تحياتي لكم من وين ما كنتم عم تتابوني أترككم بأمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته